اما بالنسبة بقى للنوع الثالث البطاقة الاقتمنية البطاقة الاقتمانية دي بكل اختصار زي قرد بين دهولك البنك بضمان بضمان ايه بيبقى بضمان او عيه الدخارية او بضمان مرتبك او عيه الدخارية زي ودايع وشهادات توفير زي الوداع والشهادات وحسابات التوفير طيب ايه هي البطاقة الاقتمنية دي دي بطاقة بتسمح لك ان انت تعمل مشتריات كل بتاقة لها حد اقتماني معين حسب الضمانة بتاعتك في البنك او حسب المرتب بتاعك وقوة شركتك في البنك وهل الشركة اللي انت شغال فيها موظف في الشركة الخاصة او حكومة دي تصنيفها ايه عند البنك لان كل شركة عند البنك لها تصنيف بالنسبة لو القرد هتاخده مضمن هتاخده بضمان شهادة او بضمان وديعة او بضمان حساب توفير ده بيبقى حسب الرقم اللي انت حطه يعني في حساب التوفير عشر تلاف جنيه بقى اطلع لك كارت بعشر تلاف جنيه الكارت ده بتشتري به بتعمل بمعاملات تشتري سحب بمي بس هو بيبقى عليك مديونية يعني انت مديون للبنك يعني تبقى انت مقرد لعشر تلاف جنيه دول وبتسددهم بس بتسددهم بقى مميزات وان انت ممكن تسددهم خلال خمسة وخمسين يوم او سبعة وخمسين يوم حسب البنك بدون فوائد يعني انت ممكن تسحب اتلاف جنيه تعقض بيوم ما يقارب حوالي خمسة وخمسين يوم او سبعة وخمسين يوم ما تدفعش فوائد وانت ما تبضي الفلوس دي. لكن لو انت زودت عن السبعة وخمسين يوم اول خمسين يوم يعني حسب البنك. سوف فايدة في الشهر ما يقارب اتنين في المية في الشهر ده في المتوسط يعني. اه طبعا البطاقة البنكية دي البطاقة السورية معلجشان اسف البطاقة الاقتمانية ديت عايزة راح حلقة لوحدها وكابسولة لوحدها لان هي فيها مميزات كتير وعيوب كتير وايه المخاطرة بتاعت البطاقة الاقتمانية وايه مميزات البطاقة الاقتمانية كل ده هنعمله بعدين وايه الكروض اللي انت ممكن تاخدها وايه الحسابات اللي انت ممكن تفتحها وايه لو انت من سنك من الستاشر لحد تمنتاشر من تمنتاشر الواحدة وعشرين سنة كل ده هنتكلم فيه فيه اه كابسولات بنكية قادمة ان شاء الله وخصوصا البطاقة الاقتمالية نعمل لها حلقة كاملة لان هي يعني احنا مش هنقدر نستوفيها في كابسولة واحدة واتمنى بس كده يعني الفيديو خلص واتمنى ان انت تحطوا لايك وشير وسبسكرايب اه يا رب يا رب يا ناس يا حلوين كده ربنا ارزقكم الجنة اعملولي لايك وشير واهم حاجة ترغطوا على زر الاشتراك علشان تدعموني ان انا اكمل معاكم واي كومنتات ما تنسوش تحطوها تحت وانا ان شاء الله بحرد على كل التعليقات واي مقترحات برضو حطهولي تحت واي اراء لكم حطها لتحت في الكومنتات انا يعني انتو على راسي من فوق جوة عناية يعني مكينتكم كبيرة قوي 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 عندي اه يا بس كده يا رب تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة وكابسولة النهاردة اشتركوا في القناة